أعزائي المشاهدة كنا بلصف كل مكان بعد النهات مباراة القمة اليوم بين الأهل والزمالك في الدورة المصر الممتاز هناخد بعض الحياة التحكيمية ونتكلم عليها ونحللها مع بعض النهاردة طعم تحكيم مصري هنشوف النهاردة طعم التحكيم المصري عمل ايه في المباراة هنبتد على طول اللقطات في الديئة الاولى وتسلل غير صحيح تم احتسابه على زيزه تسلل مش موجود المساعد عمل دليه وبعد كده رفع تسلل التسلل اللي بجيب التسلل ده عشان كان فيه حد بيتكلم ان التسلل غير صحيح وبالتالي اللعب الفاول وبعد كده راح تجوم بتاع الاهلي فيقلد من شرعية الهدف ده التسلل الخطأ لكن استئناف اللعب مفيش فيه اي تدخر من حكم الـ VR وهدف الاهلي هو الهدف الاول هدف شرعي وهدف صحيح مفيش فيه مشكلة خالص لكن التسلل كان تسلل غير صحيح بنتكلم على تسلل تاني في ديئة 16 من المساعد الاول اللي اشار لي تسلل مباشرة بعد القرى مصلة للحارس تسلل موجود وقرار صحيح من حكم المساعد الاول اللعبة دي هي لعبة المباراة اللي بنتكلم فيها كتير في ديئة 30 فيه مسك واضح من لاعب الزمالك رقم 5 فيه شد موجود من التشيرت الحكم كان موجود في مسافة بعيدة ما يشوفش لكن كان لازم حكم الـ VR يستدعيه ويوريه اللقطة دي هيجيب لكم الاعادة اللي بتوضح جهة الاعادة متأخرة شوية لكن هولوكم الاعادة اللي توضح المسك اللي موجود داخل منطق الجزاء نادي الزمالك والمسك الواضح المسك بالشد بالمنظر ده من لاعب نادي الزمالك في ديئة 44 جهة الاعادة ورقل الجزاء صحيحة لم تحتسب النادي الاهلي عايز اقول حاجة في اللقطة دي مش شرط نتيجة المباراة تفري معك حكم او حكم VR في احتساب خطأ الاهلي في اللقطة دي كان كسبان 2-0 جاءت الوعاق الجزاء احتسب راق الجزاء ده حق فريق لازم يخده وبالتالي بنتكلم في الديئة 30 كان في راقل الجزاء الشد الواضح من تجارة حسين الشحات والنتيجة يتنصف لو النتيجة عشرة صفر في الاخر في راقل الجزاء جاءت للفريق المتقدم يتم احتساب راقل الجزاء ده التحكيم ودالك لازم احتساب راقل الجزاء صحيحة لم تحتسب النادي الاهلي وكان الواجب على حكم VR ان يستدعي الحكم في اللقطة دي واحتسب راك الجزاء للنادي الاهلي لحسين الشحات الدخول بالمنظر ده اتاحت فرصة من الحكم ورجع للانذار المكان ده في نص الملعب اتاحت الفرصة غير مجدية وبالتالي التهور اللي كان موجود لازم سوفارة وانذار هو الحكم رجع للانذار اه لكن عمل اتاحت فرصة الدخول بالمنظر ده الرجل على الارض وسط الارض فبالتالي ما فيش فاكرة احمر الانذار كان انذار مستحق لكن انا اختلف مع الحكم باتاحت الفرصة ونص الملعب كان لازم يوقف اللعب في اللقطة دي ويحتسب راكل حرة مبشرة وانزار للعب الزمالك اللقطة دي هدف راكل جزاء الزمالك اللي تم احتسبها عن طريق الفيار كان فيه اا احتكاك مع اا محمد عبد المنعم في البداية الناس بتتكلم على خطأ على على لاعب بحسيف الجزيرة اللعب الزمالك ما فيش خطأ الاحتكاك اللي حصل لا يرقى الاحتسب خطأ ما فيش شد ما فيش ماسك والصمر اللعب كان قرص صحيح لكن الحكم في اللقطة دي ما شافش ازاق دي ليه لانه كان موجود قريب جدا من اللعبة ما يشوفش الحدس اللي حصل ده المرات الفارس تدعاه طبعا كان في الاول في احتكاك مع محمد عبد المنعم وكان محمد عبد المنعم بيطالب حتى لما حاكم احتسب راجل الجزاء كان محمد عبد المنعم بيطالب بخطأ قبل محسيف الجزيرة يلعب الكرة بالعرض الخطأ مش موجود كان فيه اا والاتحام اا اا وهو كان في الهواء التلامس خفيف خالص ما كانش يرقى لاحتساب ركلة حرة استمرار اللعبة كان صحيح الحكم لكن الحكم اربو كيب المنزر ده ما شافش الدفعة اللي موجودة من ديانج المراتي حكم الفي ار استدعاه هنشوف اللقطة مع بعض في دفع موجود اه بالايد بامتداد اليد عن طريق ديانج الايد اللي موجودة دي هو دي الدفع الموجود الحكم ما شافش في الملعب حكم الفي ار استدعاه وراكل جزاء صحيحة تم احتساب بنات الزمالك كنت اتمنى زي ما الحكم الفي ار استدعاه للقطة الزمالك كان لازم يستطيع في شرطه الاول للقطة النادي الاحل الاستطاعة صحيح وراكلة الجزاء صحيحة والمراجعة صحيحة طبعا الرجول الحاكم مشي ورجع تاني فاحنا بنقاب براحتنا ونتبص على اللقطة واي حاجة ممكن تخلصها ما نروحش بالمنظر بنروح ونرجع تاني منظر غير مقبول في الفار وراكلة الجزاء صحيحة حمال عمان كان بيتكلم على اللقطة اللي قبلها انه في فاول ليه لا الفاول مش موجود اللي احتكال كان طبيعي جدا مع سيف الجزيري ده موجود في الكرة وما فيش فاول على سيف الجزيري قبل راكلة الجزاء واستمرر اللعب كان قرار صحيح وراكلة الجزاء صحيحة التنفيذ تنفيذ مقبول وما فيش مشكلة خالص في التنفيذ وحاكم طبعا خوف من ان يحصل مشكلة تدخل بسرعة وما فيش مشكلة في اللقطة التحكمية اللقطة دي ما ينفعش يتعدي فاول بدون انظار انظار اللعب الزمالك اللي ييد في الواك في اللعب الزمالك تلع مع افشا اللي ييد في الواك لازم واحتسب الحاكم راكلة حرة لكن ييد في الواك الممتد بالمنظر ده لازم انظار للاعب الزمالك الماسك الواضح واستمرار المخالفة او استمرار الاصرار على المخالفة راكلة حرة مباشرة وانظار مستحق للاعب النادي الاهلي كريستو وانظار مستحق الحاكم اشهره اللي ده ده ماسك وبعد كده استمرار على المخالفة اللعب اللعبة دي بنتكلم الكرة خارج الملعب لازم نهتم حتى لو في اخر الملعب كده الدخول بتهور من لعب نادي الزمالك بالمنظر ده اللي ما ينفعش يتعدي ركلة حرة بدون انظار على لعب الزمالك اللعبة دي كان طالب بقى سيف الجزيرة براكل جزاء الخطأ موجود الخطأ موجود على لعب نادي الاهلي لكن بره منطقة الجزاء كان ركلة حرة مباشرة لنادي الزمالك وانظار للعب نادي الاهلي لكن حكم الـ VR طبعا منفعش يتدخل لان الكرة خارج منطقة الجزاء وبالتالي عدم تدخل حكم الـ VR ده صحيح لكن اللعبة دي كان فيها ركلة حرة مباشرة سيف الجزيرة وانظار للعب النادي الاهلي التسلل الموجود في اللطة دي الحكم المساعد الثاني النهار كان المساعدين هايلين اختلفت بس مع المساعد الثاني سامي هلل في اللطة لأولئي لكن التسلل موجود وقررت صحيح وتسلل صحيح من المساعد الثاني سامي هلل المساعد حسب ركلة حرة هنا في الوقت دي كان لازم الركلة الحرة دي ما بتعديش بدون انظار اليد في الواكه في المساعد والقربو ما يشوفش اليد اللي في الواكه دي لكن الحكم لازم الحكم لما يحتسب الفاول ده كان يحتسب ركلة حرة مباشرة وانظار على لاعب نادي الزمال النهاردة الخطأ اللي بنتكلم عليه طول المباراة هو ركل الجزاء للنادي الاهلي في ديئة 30 لحسين الشحات لم تحتسب وما فيش يستعامل حكم الزار اللي استدعى الحكم نفرق للجزاء الزمالك الصحيحة الخطأ ده غير مؤسر على ناديك المباراة ما فيش تأثير منه على ناديك المباراة لكن في الاخر النهاردة نؤكد نجاح التحكيم المصري في اداء مباراة الاهلي والزمالك كمة القرى المصري دي كل حاجة عن النهاردة عندنا في تحكيم شكرا لكم سلام عليكم